طيب هروح ليه الشهاب وسأله برضو عن المنتخب الغاني وعلى سأل نفس السؤال ليه خالده زي نتخطى بكرة بإذن الله المنتخب الغاني يمكن خليفة في الحالات اللي كان جايبها يمكن كلها طبعا شبه الحالات اللي معانا للمنتخب غانا كان فعلا كان ملفت للانتباه الرؤونة اللي كان بيلعب بها خط الظهر بتاعه مفيش ضغط لعبة منتخب كافيردي كان بتتحكم في الرتم زي ما عايزها كان بتتلعب الهجمة براحتها ما كانش فيه أي ضغط من كل اللعبة بتتكلم مشاكل كتير موجودة وراء اللي كان بكاته لو اعتبرنا ان دي كانت المشاكل بتاعت غانا اللي قالها يا خليفة المشاكل اللي احنا وقعنا فيها قدام مزمبيك ومحتاجين لنا تلافاها قدام غانا مشاكل كتير محي مرضو اصلا زي ما كان غانا قدام كان عندها مشاكل قدامك بفيردي احنا كمان كان عندنا مشاكل قدام مزمبيك هتحس ان اللي انت بتتفرج على نفس المشاهد بتاعت غانا كانت لعبة مصر بتقع في نفس المشاكل نفس المشاهد بتاعت الفرجة ما فيش ضغط ما فيش شراسة في الضغط سواء من محمد النيني سواء من الباكات بتاعتك ما كانش فيه مساعدات دفاعية من الأطراف الملعب سواء زيزو أو حمد فتحي لو جبنا الحالات الدفاعية بتاعت منطقة مصر قدام موزنبيك وهجمات موزنبيك على مصر في المباراة اللي فاتت هتلاقي مشاكل جتيل ويع فيها خاصة دار منطقة مصر خاصة محمد النيني اللي انت لعيب رقم 6 اللي مطالب نغطي أكبر قدر من مساحات في الملعب وأكتر واحد يقدر يعمل عملية الضغط وعملية البلوك ممكن دينك الأرقام بتاعت منتخب مصر قدام موزنبيك هتلاقي من ناحية الاستحواز هتلاقي إن مصر فيها نوع من أنواع التفوق المحاولات مصر 20 محاولة منهم 5 على المرمى هتتفوق في كل شيء لكن على أرض الملعب وفي المباراة نفسها مش هتشوف الكلام ده هتشوف منتخب موزنبيك كان هو الأخطر طوال المباراة كل الفرص الخلاء على منتخب مصر في الشرط الأول لو كانت لعيبة موزنبيك بقوالة أعلى من كده فكل الأرقام دي بالنسبة لك كانت أرقام خداع كانت أرقام خداع بالنسبة للمستوى اللي ظهر بمنتخب مصر لو جبنا الحالات الدفاعية بتاعت مصر الحالات الدفاعية من المباراة نفسها لمنتخب موزنبيك هتلاقي نفس المشاهد اللي كان بيشحها خليفة لمنتخب غانا الرعونة في عملية الدفاع مفيش ضغط على حامل الكرة مفيش ضغط سنائي من اللعيبة هتلاقي زيزو كتير أوقات كتير مش موجود في المشهد مع محمد هاني دي ممكن الأرقام بتاعت محمد حمدي اللي احنا بنتكلم على اللعيب الزهير الأيصر اللي انت كنت بتعتمد عليه في طلعه بالكرة وانه يشتغل بقرات عرضية للمصطفى محمد بتتكلم انه هو في المباراة ست عرضيات منهم التين عرضية صحيحة اللون مدول بالضبط فانت بتتكلم انه مصطفى محمد أوقات كتير كان بيقعف لوحده ويمكن دي اللي كان الواحد كان منستغرب اللي انت أوقات كتير بتبقى المشهد انت والباك اللي موجود لوحدك وعندك المساحة اللي انت عمال عرضية وكوارة العرضية مكانت شابقا أحسن حاجة دي ممكن محمد النيني على المستوى التمرير أحسن حد في الدنيا أحسن حد في الدنيا على المستوى التمريرات ليه أفضل لعيب في المباراة لكن على المستوى الدفاع لو اجبنا الصورة بعد كده سفر سفر في كل شيء لا بلوك ولا عملية ضغط ولا اي حاجة تخص النواحي الدفاعية مش موجودة ده مش تقريب محمد النني ممكن احنا قلنا كواليتي بتاع محمد النني مش هو اللعيب اللي يقدر يغطي الرقم 6 لهو امكانيات اخرى بالزبط تقدر تستخدم النني في مكان تاني رقم 8 لكن 6 محتاج اللعيب يكون عنده شراسة في الضغط عنده البلوك بتاعه يكون عالي لعيب فيتر في الملعب يقدر يغطي انت بتتكلم ان انت النقلة من طريق حامد لعيب بيقتل نفسه في كل كورة بيضغط عارف بيعمل فاول تاكتيك امتى عارف بيضغط امتى لكن اني خارج الصورة خالص على مستوى النواحي الدفاعية انت بتتكلم لعيب كان من الصعب ان كان فيتوريا اعتمد عليه في المباراة ممكن هو استسهل المباراة وإحنا حتى تكلمنا ان المباراة ما كانتش تستدعي اللي انت تلعب لعيب عنده شرصة دفاعية في المركز رقم 6 بيبين المنافس مش هيقدر ان هو يكون شرس عليك في النواحي الهجومية بتاعته وطبعا منتخب موزمبيك قلب الطولة على منتخب مصر وظهر بشكل مغير على ان احنا كنا متخيلينه وده ممكن امر طبيعي لكن كان لازم فيتوريا يفكر في عملية التوازن ما بين لعبة نص الملعب اللي انت عندك اثنين لعيب عندهم قدرات رجومية كويسة زي زيزو حمد فتحي كان لازم يكون عندك لعيب رقم 6 عنده قدرات دفاعية كويسة زي ما رأينا عطيها يديك نوع من انواع التوازن خاصة انه انت بزيد من على اطراف الملعب لو نجيب الحالات الدفاعية نفسها بتاعت منتخب موزمبيك هتلاقي المشاكل كتير كان بتزهر من اطراف الملعب ويمكن منتخب غانا مميز برضو في عملية الضغط من اطراف الملعب سواء ناحية اندري ايو ناحية الشمال ومن وراء منسا الجبهة اليسر عندهم بتشغل بشكل جيد المشاكل كلها ظهرت عندنا في ناحية اليميني اللي فقم محمد هاني زيزو ما بيقديش واجبات الدفاعية محمد النيني ما بيغطيش المساحة وراء محمد هاني بشكل جيد فمحمد هاني ظهر في كل المشاهد واقف لوحده اللعبة بتضغط عليه بتطلع بكورة الوفر بتعمل بكل سهولة من غير ضغط من غير اي حاجة المشاهد دي لو اتكرر البكرة تاني منتخب مصر يستقبل اهداف تاني فانت لازم تتعلم من الدروس يعني انت لازم تتعلم من الدروس مشاكل كتير دي ممكن دي الهدف الاول بتاع منتخب مصر احنا تتكلمنا على الحالات الدفاعية هم دخلونا في الهدف بتاع منتخب انت دخلت بالشكل النموذجي بتاعك اللي هو الشكل منتخب مصر احنا متعود عليه مع فيتوريا بتضغط بكسافة في النواحي الهجومية اللعبة الاطراف بتخش في عمق الملعب اللعبة رقم 8 بتزيد من على الاطراف ده يمكن الشكل ده تعمل نموذج في الهدف الاول بعد كده منتخب مصر تراجع عن انطرية بتاعته ما بقاش اصلا الشكل اللي احنا تعودنا به مع فيتوريا مش موجود انت تتحولت المنتخب بيجاري منتخب مصر بك على الشكل هو لعبك زي ما هو عايز في حاجة تاني عايز تولى في الجزء دي ولا انا اتكلم عن واحد دفاعية بس احنا ما اجابه اللقطة قابل ما نرجع هتجلون جايزان